شكراً سيدي الرئيس حضرة المندوبين المواقرين أن تغير المناخ هو تحدي عالمي يستدعي التعاون بين كافة الدول والأمم والشعوب. إن الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريس هي سكوك فريدة من نوعها تمثل هذا التعاون في مجال تغير المناخ. لأكثر من سنة رأينا أوكرانيا تواجه حرباً غير مسبوقة من قبل روسيا. عدوان من قبل روسيا على أوكرانيا. هذه الحرب هي حرب ضد أوكرانيا كأمة والشعب واقتصاد وحتى هوية أوكرانيا وهذا سيكون لديه آثار ليس فقط على أوكرانيا ولكن على القرى الأوروبية والعالمي أجمع. فالخسائر في الأرواح وتدمير البناء التحتية والضرر البيئي والتهديد بالعدوان النووي وكلها خطوات إرهابية من قبل روسيا. الاحتلال غير القانوني لأراضي أوكرانيا إنما يقود مصدقية البيانات المرفوعة إلى الاتفاقية لونف سي سي سي. أوكرانيا رفعت مشاغلها إلى الاتفاقية حول البيانات والتقارير وشدت على الحاجة إلى الشفافية والدقة. في مؤتمركم البند الرابع نحن نرحب باقتراح الرئيس حالة هذا البند إلى الدورة المقبلة. هذه الحرب تقود مصدقية الاتفاقية واتفاق باريس. هذه الحرب تحد من حقوقنا في التنمية المستدامة وقدرتنا على التصدي للتحدي التغير المناخ. وتقود أيضا المبادئ الأساسية للتعاون الدولي. نحن بحاجة إلى التعامل مع ذلك بعد عودة السلم وسلامة أراضي أوكرانيا إلى بلدنا أوكرانيا. شكرا سيد الرئيس.